طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة تي ار بي بسعر مية وستة ثلاثين دولار بوط العملة بنسبة اثناش شر بالمية ماركت كاب ثلاثمية وخمسي مليون تقريبا برانك مية وثمونية ثلاثين بوليومي ميتين وعشرة مليون تقريبا بوط البولي بنسبة خمسين بالمية طبعا لتابعنا اول مرة يا مرحبا بك هذي قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بتحليل العملات ونحط اخبار وايضا نحدث على البيتكوين وعندنا خدمة دارة الحساب وايضا عندنا خدمات اخرى في نشوفوا هذه الصفقة في خدمة دارة الحساب عندنا واحد من شباب ما شاء الله حقق ستعشر الف دولار من خلال صفقة واحدة طبعا هذا شارت عملتنا في عملة تي ار بي كنا بنزلي فيديو سابق ان احتمال نشوف يعني بناء على الوضع ان العملة كانت تمشي بترنت في المال ضيق يعني كلمة توقعين احتمال ان نشوف عملة تضرب هذا اللي هو هذا السعر ممكن يصير هبوط لكن العملة كملت يعني مع انه كان اقل ان العملة تكمل لكن الله الحمد اشوفها كملت وحقت ما شاء الله يعني مع الناس اللي دخلت هنا في هذه المنطقة بناء على التحليل تقريبا حقه في السبوت او حتى في الفيوتر 42 بالمئة في الفيوتر 840 بالمئة في الفيوتر 42 يستاهلون المهم طبعا هل العملة بتكمل الصعود ولا لا انا بالنسبة لي الان خلنا بس نشوف نحط الدعوم والمقاومات يعني خلنا نحط لاين اول شيء راويكم العملة حاليا في هذا السعر شوفوا كيف? هنا. طبعا نحن عشامعة 12 ساعة شوفوا اللاين اللي رسمناه هذا بنلونه بنخليه باللون يعني شيء مميز باللون. لا مش مميز. يبقى لون مميز بنقول احمر ما في لون. حتى الاحمر هنا مش مميز. حطي برتقالي. اوكي. المهم. طبعا لوني نشوف العملة حاليا في يعني دعم يعني على شمعة ال 12 ساعة في دعم على هذا السعر. شو اللي يراوينا ان العملة في دعم? اول شيء شوفوا هنا. اول شيء العملة احترمت المقاومة هنا. ايضا في هذي الشمعة مقاومة. هذي الشمعة دعم دعم مقاومة دعم يعني المستوى هذا جدا عنيد اللي هو على سعر صفر فاصلة. عفوا مية واربعة ثلاثين. عودنا على عملات مية وخمسة ثلاثين. بعد ذلك حتى هنا مقاومة 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 تم كسر لترند وفوليوم قوي. طبعا دايما هذا السعر او هذا اللاين الخط اللي انا رأس منه لو تشوفون ما ينكسر الا في فوليوم قوي. شوفوني فوليوم قوي كسرة بعدين تم يعطي اختباه ورجعت صعب. نفس الكلام هنا تم كسرة في فوليوم قوي لكن رجعت صعدة. بعد ذلك فوليوم قوي ونزلت. يعني اللاين هذا ما ينكسر الا في فوليوم قوي جدا 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 جدا. حلوين حلوين طبعا بالنسبة لي جدا مهم ان العملة تغلق فوق سعر الاميو 35 حتى ممكن نشوف شكل ايجابي والافضل من ذلك انه تغلق فوق سعر الاميو 40 يعني فوق المتوسط الاوسي 50 اذا غلقت فوق المتوسط الاوسي 50 يعني فيه احتمال كبير ومجال كبير نشوف العملة تبدأ تصعد طبعا انا برسم الفابوناتشي تقريبا اللي على نشوف هل العملة عطتنا صحيح ممتاز يعني انا شوف حتى بناء على الصعود هذا العملة عطتنا يعني دايما نقول لك على الفابوناتشي هذا اذا تبقى تدخل من هذه المنطقة تقريبا من منطقة الواحد الستين لغاية التسعة وسبعين فانا بالنسبة لي حاليا يعتبر ممتاز جدا للدخول يعني يعتبر دخول جيد يعني هو كان مفروض اكثر شيء يعني حد اقصى ينزل لهذه المناطق لكن انا شوف الهبوط هذا مثالي في حال ان العملة راح تكمل صعود نزيل هل الدخول الان مناسب انا اشوف صراحة الدخول الان جدا رزق جدا جدا عملة خطيرة يعني انا صراحة من العملات اللي ما افضل لحد يدخل فيها ابدا لان شوفنا اللي سوته مع الناس شو ستوا الشباب تلكوده والعالم تلكود العالم خسر الناس خسرت اقام كبيرة بسبب هذه العملة فانا ما انصح ابدا ان حد يدخل في هذه العملة لانها جدا 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 فيها خسائر وخسائر مبالغ كبيرة المهم في حال حد رغب ان يدخل بنحطيكم صفقة زي الصفقة بتكون على هذه المستويات تقريبا تكون على السعر الصفر اه على السعر الامي وخمسة ثلاثين لان بلاي على الصفر ماذا لك بيكون شدي على السعر الامي وخمسة ثلاثين طبعا مش نصح استثمارية هدف بيكون تقريبا حق الهدف نفس اللي تكلمنا عنه ميتين وخمسة واربعين تقريبا ميتين وخمسة واربعين الهدف وانا بالنسبة لي العملة يعني ممكن يكون هاي تكون موجة اولى بعد ذلك موجة ثانية ثالثة لي ما نشوف شمعة طويلة يعني وهي رايحة يعني شوفوني كيف هي بدت اساسا دايما اغلبية العملات تعطينا هذا الشكل شوفوني موجة موجتين ثلاث بعدين موجة عودة اربع وكملت يعني نفس النظام يعني توقع ممكن موجة موجتين ثلاث هلوين بس ها طبعا مش فرضية لكن هذا في الحالة الايجابية الهدف اول بيكون على السعر طبعا في حال حد دخل الحين هدف اول بيكون على السعر اللي هو الامية واثنين واربعين تقريبا هدف ثاني اامية وسبعة وخمسين هدف ثالث بيكون على الامية وثموني ستين هدف رابع بيكون على امية واحد تسعين هدف اخير بيكون على ميتين وخمسة واربعين حلوين حلوين طبعا السبلوز بيكون على الامي واثناش طبعا اغلاق شمعة الاربع ساعة تحت الامي واثناش نسكر الصفقة بتكون العملة راحت في قطر عالي يعني بالنسبة لي شمعة الاربع ساعة اذا اغلاقت تحت هذا السعر ليش؟ لان بيكون اخترقت اول شيء منتوسط الاوسي ميتين على شمعة الاثناشر ساعة بالاضافة الى الترند يعني بيكون اخترقت وايد اشياء بعد ذلك راح تتوجه في حال هرطت يعني راح تتوجه يعني اذا ما ارتدتني راح تتوجه للترند هذا ترند لاين اذا فشلت في الحفاظ على الترند لاين هذا طبعا بالنسبة لي العملة راح تهوي راح تبدو تنزل نزول شنيع يعني شوف الترند لاين عفوا شوف الترند لاين كيف العملة من فترة طويلة وهي اعلى لترند فاذا خسرت الترند هذا بالنسبة لي راح نبدأ نشوف موجات هابطة يعني بنشوف بوط للعملة متهوي يعني عادي نشوفها الى هذا السعر اللي هو بيكون قرابة ال 51 دولار تقريبا الممكن يعني مش صعب عادي نشوف 51 دولار كل سهولة بنشوف خروج السيول لان الناس اللي مشترين هني راح يبيعون طبعا الحيطان اغلبيتهم طلعوا من العملة اغلب الحيطان ما توقعنا فيها حيطانة الحين كبار غير الحيطان الصغار يعني الكبار اساسا اشتروا مثل ما تكلمنا قبل في على السعر الشي 60 هني اشتروا فتم التصعد تصعد تصعد طبعا هم ما باعوا الا في القمة هم اللي غروا قصوا شوفوا كيف الذيل شطولة هذا الذيل ها خروج الحيطان انتهى يعني الحوت ما يبيع الا في القمة اللي هو يباها طبعا شذيكم خلصنا طبعا اللي تابعنا والماريا مرحبا بك على قناتك في التليجرام رابط القناة اسفل الفيديو يعطيكم العافية موفيتي خير